السلام عليكم البنات معكم نصائي حليما شباركم لبس عليكم صحيحا بس جيت من بعد طلبات ديالكم البنات اللي طلبتوا مني الزيوت اللي أنا تكلمت لكم عليها وقلت لكم كاستعملها للبشرة ديالتي في الليل يعني بالليل جوني بزاف ديال الطالبات وجوني بزاف ديال الهاتف وجوني بزاف ديال يعني اللي كيقولولي يا حليما الزيوت اللي انت يا يا مخلطهم في هذيك القرعة اللي هي هادي اشنو عاملة فيها الور هنا يجبت لكم الزيوت اللي أنا مستعملها في هذ القرعة والبنات عادين تموتوا بالضحك كنت كان فيلمي لكم في الفيديو وجيت نوريكم كيفاش كان خلطوا القرعة والتهلقات علي كلها وعودت لكم الفيديو فوجهكم تحاجة ماشي اخسارة ولكن قد نتلاحظو كيني انتاشت هنا يا يعني كل شي تهرق علي الزيت نص ديال القرعة تهرقت علي نبدو على بركة الله وهي لهادوك الزيوت لاش كي صلاحوا اولا واش نوكي لعبو كالضوء في البشرة ديالتنا كيف كتعرفوا البنات كينينشي ناس اللي كينينشي عيالات ولا رجال اللي كتكون عندهم واحد سن اللي هو ستين عام ولا سبعين عام ولا ثمانين عام وكتلقي لوجه ديالها مفيش تجاعد وكينينشي نساء اللي كتكون عندهم ما كاملا شربعين عام ولا كينم ثلاثين عام وكتكونوا عندهم تجاعد كتكون ديكلا كولاجين ديال البشرة ديالتنا كتبدا تمشي لنا ايدا اشنو غادين عملو غادين عملو هاد الخالط اللي انا غادين قاسم معاكم دابا باش نردو الكولاجين والنضرة لبشرة ديالتنا اللي هو كيكون ترطيب ديال الليل ما كنخرجوش بيبنها يعني على برا هادا ترطيب ديال الليل اه كساسواري جال ولا نساء هاد الوصفة يعني مضمونة يعني كترطي لنا ديكلا كولاجين اللي احنا كنفقدوها في البشرة ديالنا ولا فقدنا الاكولاجين من البشرة ديالنا هي اللي كتعطينا ديكلا التجاعد اللي كتكونوا لنا في وجهنا كتجعل لنا لوجه ديالنا شوية بحلا باهة ديكلا نضرة ديكلا لبغيونس ديالتنا البشرة ما كتبدا تبقاش عندنا ايدا انا غادي نتكلم لكم على الزويوت اه اشنو كتعمل على برا تكلمت لكم وغادي نتكلم لكم على داخليا اشنو خصنا نناكلو لحويج اللي هما مهمين على ود ماشي الزويوت ولا الكخيمات اللي هما على برا غادي نعطيونا نتيجة اه 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 الى ما احتفظناش على الاكل ديالنا وعرفنا اشكي نناكلو ونغسلو الخضراء مزيان بالماء والخل ديالتفاح عادة باش ننقيوها وعادة باش نستعملوها على ود ما تخيلوش الدواء اللي كي ينزل على ديك الخضراء اللي كتوصل لنا من بلاد لبلاد وهم كي يرشو فيها بدك الدواء عادة باش كتوصل لنا احنايا وكان بدووا ننقيو فيها دك الدواء كي بدي يمشي لنا في دينا وكان ولو غسلنا الخضراء اذا اللي عملنا معي القادي الخل ونعمروا دك الباسينة ولا ديك البانيو بالماء ونعملو فيه الخضراء قبل ما ننقيوها ولا الفاكية البانان تفاح البوعويد كل شي انا كنعمل لي هاكا دك شي اللي غان ناكلو كنغسلو بهات طريقة هذا باش كنناكلو ندوزو الوصفة هنا البنات عندي الفيتامين اوه اللي هي عاملها هكذا كابسول اللي هي مللا مخصولقة هانتوما البنات الزيت هانتوما الزيت مللا مخصولقة اللي التمن ديالها شوية مطافع ولكن غدي نقول لكم اللي ما عندوش ميمكنش اللي يخلص هادي على وده هادي كتحتوي على الفيتامين اوه مية في المية هانا عندنا لفيتامين اوه كيف قلت لكم ان كابسول هانا عندنا لفيتامين اوه اللي هي كتباع في الصيدلية في الصيدلية ديال قاعد الدوال على وده من في المغرب كينا اللي هي لفيتامين اوه عامل بحال هاكا تهي كابسول هاها هاها غدي نحتاجو بلاكيطة ديال الكابسول اللي هي فيها واحد جوش ثلاثة ربعة خمسة فيها عشرة غدي نحتاجو يا اما خمسة يا اما عشرة لكشي على حسب على حسب القرعة اللي هي فيتامين اوه اللي هي فيتامين اوه كمنا غدي نحتاجو قرعة بحال اللي عملت انا يا دابا جيت نوريكم الخاليط قبيلة كتكن في الميليكم يعني كيفاش كي يولي وما كدش سادة القرعة والتهرق ليا كل شي مشالي ما نقولش لكم مشالي في بختو ولكن على الطالبات ديالكم ما نقدرش نتعصبتو كل شي ولكن ارجعت للا فيديو باش نفيلميها لكم الزيوت ها هي البنت هنا وما اللي كنخلطوها هاكي فاش كتولي وما اللي كنبغو نعملوها على البشرة ديالتنا نضيفة البشرة ديالتنا نضيفة تنخلطوها هاكا ولا كي كتوليها البنت وكان ناخدو واحد شوية في الكف ديالنا وعادة باش نعملو على البشرة ديالتنا اللغدة بعد نقول لكم مثلا عندنا هاد القريعة هادي غادي ناخدو لفيتامين او إلا كانت من المارك سولغا غادي نحتاجو خمسة ديال الكابسول ديال لفيتامين او إلا كانت من هاد المارك اللي هي يكينا في السيداليات كيف قلت لكم غادي ناخدو عشرة ديال الكابسول هنه عندنا زيت السمسم هنه عندنا الويدو سيزان اللي هو يا بيو وطبيعي مية في المية هنه عندنا الويدو كاروت زيت خيزو الويد زيت الجازر اللي هو طبيعي مية في المية هاد اسكيلي بيو هادة مشي بيو ولكن طبيعي مية في المية هنه عندي الويدو كاروت الويدو كاروت طبيعي مية في المية اي قاعة كنهزها كالقاس زيت لتهر قاتلية هنه عندنا الويد و جوجوبة اللي لبنات نكمل الزيوت نقل لكم هنا عندي زيت الجوجوبة هنا عندي الويلدو بوغاش الويلدو بوغاش الابنات تنقرب لكم الويلدو بوغاش وهنا عندي زيت اللوز الحلو مثلا الابنات الزيوت ما نقولش لكم خوضوهم يعني من هادو كله يبيعوا لا في الزنقاء ولا في المحلات انا عملت لكم واحد اللي قلت لكم خديت شي زيوت من المحلات اللي هي كينا في المدينة ولقيت بما الامبالاج كانت بيو 100% طبيعي بسح من اللي كتجبدي القرعة كانت تلقي القرعة مع الامبالاج يعني احنا كان نشيري الامبالاج ومن اللي كتجبدي القرعة اللي كينا فيه الداخل قرعة زيوت ما عرفينهش حتى اشنا هيا وعملين عليها بنما زيوت طبيعية 100% دي السمسوم ولا دي الخيزون اتنسيو اتنسيو خام ورقيت الدوا وقلت الله هنا في نغلق الزيوت اللي بريتهم من اللي حليت القرعة اللولة وشفت الامبالاج وحليت القرعة التانية وشفت الامبالاج وقلت لي المشكلة اشنا هواية ما زادش معي كلمة اعرف اشنا هوا المشكلة هواية وخرجت بحالاتي اذا كنا نتمنى تحصلوا على الزيوت اللي هي تكون طبيعية 100% ما نخلطاش ولو نخلصو لأتمين شوية زايدة زيت اللوز الحلو كان في صيدلية البنات عنده لعدات ديالو واي زيت خضيتوها يكون عندها تاريخ ديالها امتابدات وامتابت سالي هانتو مهنا متالا 2019 اي زيت ناخدوها عندها تاريخ ديالها امتابت سالي وامتابت سالي دابا عندو زول الخالد ديالنا ناخدو قريعة خاوية مثلا هكا ولا قريعة مضلمة هكدا انا بيت النعاس ديالي ما كددخلش لي الشمش عندي الشمش كددر بزاف في بيت النعاس ديالي وعندي لي سطوغ اللي بنات ريدويات وليش كدقولوا لهم الفدريش كان عقال مليك تفا المغريب عندي كي هبط كان هبطو حتى التهت اذا في البيت ديالي ما عنديش شمش كددخل ممكن نخلي القرعة ديال الزيت ديالي في الغرفة ديالت النوم ديالي اللي عندو شمش كددخلي الواحد المكان معين ما يخليش فيه زيوت وغادي نعود نصحكم واحد النصيحة وهو زيوت ديالكم الماكياج ديالكم اي حاجة اللي هي كتعني ديال كريم حاولوا تعملوهم في التلاجة من اللي الحال كي بدأ يسخن حاولوا تعملوهم في التلاجة بالاخص البلدان اللي هما يسخن اي حاجة كتنزل على البشرة بردة لو كتزيد تعاون البشرة وكتزيد تعاون ديالك الكريمات لمثالا كنت قسمتها معاكم ديالا ماركسيان اللي هي ضد تجاعد من ليدل اللي سالت ليه ومشي تخضيت وحدة اخرى هادي مثلا ديال تليل ديال تجاعد هادي عجيبة البنات عجيبة عجيبة تمن ديالها مغاليش كتعمل وقيلها دو اوغو يكالك هادي عجيبة وكملات ليه ومشي تخضيت وحدة اخرى هادي عجيبة هادي عجيبة هادي عجيبة نجع الخالطة غادي نقبطو واحدة القريعة بحال هاكا غادي نعملو فيها خمسة ديالكابسول ديالا فيتامين اوه اللي هي لاماركسول ومشي تخضي الافا هادي عجيبة غادي ناخدو عشرة ديالكابسول ديالا فيتامين اوه وكنقبطو واحدة المقيس كيكون عندو يعني راس دياله القيق وكنتقبوها واللي عملو بحالي انا قبط فنيتا وغسلتها بالالكول وكنتقب الفنيتا وكنخوي في القرعة تبا هادي من ناحية الفيتامين اوه من ناحية زيت السمسم ولا الويل دو سيزام كان عمل جوج ديال المعالق من زيت السمسم ولا زيت الجلجلان ولا الويل دو السيزام من ناحية الويل دو كاروت اللي زيت خيزو و umm زيت الجازار في اللومعالق الويل بوراش الويل افوكا سناخذ جوج المعالق الويل دو جوجوبا سناخذ معلقة والذي سوف يفعل في القرعة خاوي سنكمله بزيت اللوز الحلو والذي سنكمله به القرعة بشكل معلقة ونعمله الخالط في القرعة مثلا قرعة كبيرة نستعملها في الليل نغسل البشرة نمسح وجهنا ونعمل القرعة ونقبط زويته ونقبط زويته ونقبط زيت كيف قلت لكم التهرق ونقبط زيتات ونقبط زيتات ونقبط زيتات ونقبط عقا وعنام صفحة ونقبط عقا ونقبط عقا حتى الزيت اللي هي على البشرة ديالتك ردي تحسي بها سافي بدتك تنقص معنتها البشرة ديالتك شرباتها واخداتها هذه من ناحية الزيوت من ناحية التغذية داخليا سيدنا رمضان ها هو قرر بكمل والله يدخل عليكم ها دليل 27 بصحة والسلامة واللي بغا شي حاجة يوصل لها بإذن الله ما دام تكن توكلوا على الله سبحانه وتعالى اللي بغا شي حاجة يوصل لها ما اللي كان نتكلموا على التغذية داخليا وهو دبرا ما دام قرر بسالي غادي نمشيوا للحويج اللي هو اللون ديالهم مثلا غادي نقول لكم عاصر البرتقال عاصر الجزر خيزو الكاروت عاصر حتى هو مزيد البشرة ما تنسوش لبنات يا إما كلوها بالمعلقة تكون طيبة يا إما عملوا لها عاصر أنا كنا كلها بالمعلقة طيبة عندكم اللي بروكولي ما عرفتش اللي بروكولي أش مسمية ديالهم بالعربية قلبت عليها تعييت قبيلة عندكم اللفت البنات اللي عندهم ملو ستخيس البنات اللي كتجيوهم ديك داك الخوف كيجيك بحل شي خوف كيركبك عندكم داك اللفت اللي هو مدوّر ماشي اللفت الطويل اللفت المدوّر اللي هو موجود في جميع البلدان اللي هو يا كيكون فيه نسو شوية غادي للغوز غادي الفاني دي ونسو كيكون البيض هاداك تنقيه يعني مثلا اللفت وعندك البسباس تنقيهم وتغسليهم في شوية ديال الماء والخل وتاكلهم خضرين هاكدك خضرين يعني اللفت والبسباس عندهم واحد المنافع كتيرة والبروكولي وعاصر الليمون وعاصر الجزر اللي كيعاول لنا لكولاجين اللي الدات ديالنا من الداخل كنحتافضوا على داتنا من الداخل وكنعاونوا البشرة ديالتنا على برها ماشي غادي نعملوا الكريمات والزويوت ونمشي ونقاوا ناكلوا في اللحموا في الدجاج واللي رقيناها نضغوها واللي رقيناها نصرتوها يعني ديك ساعة كتهلكي في الدات ديالك والدات ديالك كتعبّر البشرة ديالتك كتعبّر على الدات ديالك من الداخل كيفاش عاملة اللي هادا كنقل لكم بينما الزويوت هاني قاسمتهم معاكم كانين بزاف منكم اللي طلبوا مني في التعليق التاليفون ديالي أنا قلت لكم غادي تمشيوا ديك الفيديو اللي فيها بيع القنادر اللي أنا كنبيع فيها القنادر كان التاليفون في ديك الفيديو اللي سألتوني بزاف على الوصفة ديالتساقط الشعر الوصفة ديالتساقط الشعر اللي أنا غيد ذكرتكم فيها الفيديو اللخرة هذي اللي عندكم دابا أنا غيد ذكرتكم فيها اللي غادين ترجعوا لفيديو وغادين تشوفوا في اللخر مقطع الفلفلة الحلوة على ودنا حطة ثلاثة ديالفيديوهات ديالتساقط الشعر ولكن اللي نقول لكم كتعطي نتيجة عجيبة وهي هذيك اللي قطعت فيها الفلفلة الحلوة في اللخر وجربتها في الناس وعطت نتيجة قسمتها معاكم بزاف اللي كيقولوا لي ما كترديش على التعاليق كنطلب منكم تسمحوا لي على ود هاد شي اللي كان قسم معاكم البنات أنا واحد الإنسانة كنقولها وكنعاودها كنخرج من داري مع السبعة الصباح ما كان رجعتها لتسعوة الليل وكيف كان قولوا ايد واحدة ما كتصفقش لهذا كنحاول نقسم معاكم وكنناخدها من الوقت ديالي وكنقسم معاكم الحويج اللي نفعوني وعلش ماينفعوكمش وما نبغيش أنا شي حاجة اعطتني نتيجة نبقى مخبيها عندي ولا نسكت عليها لهذا علش عملت أنا هاد القانات وسميتها نصائح حليمة على ود كان صح كان فيد بدوك الحويج اللي أنا دست منهم ولا عشت فيهم ولا كيف هاد الزيوت اللي أنا عاملهم فضل قريعة اعطوني نتيجة عجيبة الزيوت اللي بنات بالليل ماشي بنهار بالليل بالصباح نرسلوا وجهنا وحاجة ثانية شفت شينيساء كي يعملوا الزيت من اللي كانت بقى لها ديك خمسة ديالة دقيقة و تمشيت نعس الزيوت نعملوهم ساعة المقانة قبل ما نمشيوا نعسوا كان نخليوهم واحد من الساعة المقانة فوق البشرة ديالتنا ومن بعد الساعة المقانة كان جاءوا البشرة ديالتنا وكان بدروا نمصي في دوك التجاعيد نطلعوهم من الفوق وندوزوا على العنق ديالنا وندوزوا على السدر ديالنا وغادي تشوف ديك الزيوت كيفاش البشرة ديالتك عادة تشربها وغادة تستافد منها داخليا أما لو عملتها ومشيت نعستي المخدة اللي غادة تستافد من ديك الزيوت نعستي علي من ولا على اللي يسر المخدة اللي غادة تستافد منهم لهذا كنقول دايماً الزيوت ساعة المقانة قبل ونخليهم البشرة تشرب والباقي مع المساج كندخلوه البشرة ديالتنا والبشرة ديالتنا من اللي غادة تلاحظي الزيت غادة تولي قليلة فوق البشرة ديالتك علش ودخلتي لها نصاعة المقانة شربتها ونصاعة المقانة الثانية بزن المساج يعني البشرة كتستافد من دوك الزيوت لهذا كنقول لكم من ناحية ردان على التعاليق ديالكم سمحوا لي الوقت ما عنديش ما كيفينيش هذا كرقم ديال التاليفون اللي أنا مخليه اللي بغيت تصل بيا يتصل بيا يلا قديت كنجاوب بالاخص في الليل كنجاوب وكنقول لكم بينما هاد الزيوت اللي أنا كنعملهم هنا سينسير مو في الحقيقة في الحقيقة كيردو لي البشرة ديالتي من اللي كان فيها في الصباح كنلقى وجهي عامة ما شاء الله عامة وكنلقى يعني البشرة ديالتي صافية وكنحس بلا كولاجين بينما بدت كترجع لي يلداتي يمكن لكم تناولوا لا كولاجين بالإدن ديال الميدسان ديالكم تاخدوها يعني بكس ديال الماء ولكن بالإدن ديال لطبيب ديالكم على ودكينين شي ناس اللي هاد لفيتامين اوه كتعمل لهم مشاكل في صحة ديالهم إلا تشاورتي مع الطبيب ديالكم وقال لك خودي لفيتامين اوه ما في هاتش مشكل تاخدوا تناوليها بكس ديال الماء وتستعمليها في الوصفات كنتمنا هاد الفيديو تكون فادتكم وفصرت لكم يعني كل شي كان نتمنى تعملوا له بخطاج باش توصل للناس اللي ما عندهمش باش تشيريوا الكريمات اللي هما بأتمينة هاد زيوت موجودين في قاعد الدول العربية واللعنادنا في أوروبا غي نمشيو لمحلات ونحلو ما نشوفوش فالنبالاج نحل القرعة ونشوف القرعة مثلا واش مكتوبة عليها مياه في المياه زيت السمسام ولا مياه في المياه ما نلقاش مكتوبة عليه بيو 100% ومن اللي نحل القرعة هذا غير نصيحة من عندي كنتمنا تعملوا بخطاج كيف قلت لكم باش توصل لواحد العدد كبير ديال الناس كنتأسف كنتأسف على شي ناس اللي كيدخلوا وكيتبعوني وكان القانات ديالي كتعجبهم وهم اللي كيعيطوا لي ولكتجي الفرصة وكانتتكلم معهم كنقول لهم واش مشتاكين في القانات ديالي واش مضمين للقانات ديالي تقولوا ليلا بسحر احنا متبعينك كنتطلب منكم غير ديك الجرس اللي هوية ديك الكتبة الحمرة اللي هي كتبة لكم من اللي كتكونوا تشوفوا في الفيديو ديالي ولا ديال اي اخت عندها قانات توركوا عليها وصافراتكم دخلتوا تشتركتوا في القانات ديالنا كنقول لكم جزاكم الله خيرا سحافتوركم عواشركم باركة مسعودة على بروشن فيديو ما تنسوناش بلي لايك او بلو partاج جزاكم الله خيرا والسلام عليكم